الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قداسة البابا فرانسيس الحضور الكريم باسمنا وباسم جميع أهل البحرين الكرام يسعدنا أن نرحب بقداستكم في مملكة البحرين ضيفا كريما عزيزا وأن نعرب لكم عن اعتزازنا بزيارتكم المباركة والتاريخية لأرض الحضارات العريقة الممتدة عبر التاريخ في بلد التسامح والتعايش والسلام متمنين لكم وللوفد المرافق طيب الإقامة وأننا على ثقة بأن زيارتكم هذا التي تعنى لنا الكثير لما لكم من مكانة رفيعة وتقدير عظيم في العالم أجمع ومساعي مباركة ومقدرة تحظى بالقبول والرضا على الدوام ستترك أثرا معنويا وروحيا كبيرا على نفوس محبيكم في منطقة الخليج والعربية فقدستكم تتمتعون بخصار شخصية كريمة وفريدة وسماتا قيادية رفيعة وإيمانا جلي نشارككم إياه بدور الحوار والتواصل بين أهل الأديان السماوية الذين تجمعهم رسالة التوحيد وعلى كلمة الحق والعزم على الإصلاح ويطيب لنا بهذه المناسبة أن نسجل تقديرنا الكبير لدوركم المؤثر والمشهود له على صعيد تغريب الشعوب لإحياء حضارتنا الإنسانية التي نتحمل جميعا مسؤولية حمايتها وتنميتها عبر ترسيخ قيم العدالة والمحبة والسماح والاحترام المتبادل من أجل هدف نشر السلام في أرجاء العالم ونضم صوتنا إلى صوت قداستكم بأن السلام هو طريقنا الوحيد نحو الأمل بمستقبل آمن يسوده الوئام والاستقرار ويهمنا قداستكم بأن تتعرفوا خلال زيارتكم على أهم ما تتميز به بلادنا بحسب ما توضحه شواهد اليوم كأرض حاضنة للتعايش المشترك بين أتباع الديانات المختلفة حيث يتمتع الجميع وتحت حمايتنا من بعد الله سبحانه بحرية إقامة شعائرهم وبتأسيس دور عباداتهم في أجواء تسودها الإلفة والانسجام والاعتراف المتبادل وهذا أمر تحافظ عليه البحرين دوما من أجل استقرارها المجتمعي وتحضرها الإنساني كحفاظها على إيمانها الثابت وعلى عاداتها وتقاليدها الموروثة وزيارتكم الميمونة لهي خير دليل على ما تمتاز به مملكتنا الحبيبة ونشكر الله على نعمها الكثيرة كما نشكركم على كريم زيارتكم ولا يفوتنا أن نشير هنا إلى أحد مبادرات بلادنا دعما لجهود السلام العالمية والمتمثلة في إعلان مملكة البحرين الذي دعمنا صدوره قبل عدة سنوات كوثيقة تدعو لرفض التمييز الديني وتدين العنف والتحريض لينضم هذا الإعلان إلى غيره من الوثائق الهامة التي تسعى لذات الهدف من أجل تثبيت مواقفنا المشتركة نحو عالم يسود التسامح ويناظل من أجل السلام وينبذ ما يفرق وحدته ويهدد نهوضه الحضاري الذي يجب أن يبقى العنوان الأبرز والامتحان الأكبر لوحدتنا الإنسانية إن مملكة البحرين تفعيلا لدورها في الإسهام الفاعل نحو هذه الأهداف النبيلة لخير البشرية والأخاء الإنساني تؤكد دوماً على أهمية الشراكة الدولية التي تعتمد الحوار الدبلوماسي والسبل السلمية كمدخل لإنهاء الحروب والنزاعات وتنتهج سبل التآخي والتفاهم واحترام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وفي هذا السياق ندعو الدول الكبرى إلى العمل على حفظ الأمن والسلم الدوليين كما وندعو على وجه الخصوص إلى وقف الحرب الروسية الإكرانية وبدء المفاوضات الجادة بين الطرفين ولن تتأخر مملكة البحرين عن القيام بأي دور في هذا المجال ونجد أيها الأشقاء والأصدقاء بأن مثل هذه الشراكات الدولية الفاعلة ستسهم دون شك في قيام الدول العظمى بمراجعة وتجديد التزاماتها اتجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين وتفادي التصعيد وتجنب المواجهات وبعادة توجيه الجهود العالمية للتصدي لموجات الفكر المتطرف وبالعمل المشترك والمنسجم على معالجة أي مشكلات سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية من منظور إنساني جامع يضع في اعتبار حفظ المصالح العالمية وخير الإنسان واستغرار البشرية وهو ما يتطلب تحديث وتطوير النظام الدولي ليكون أكثر عدالة ومساواة وإنصافاً لجميع الأمم والشعوب صاحب القداس وفي ختام كلمتنا هذا نسأل الله أن يبارك في مساعيكم المخلصة وأنتم تؤدون مهامكم الجليلة في خدمة البشرية من أجل تنوير العقول وتقوية إيمان القلوب وبث الأمل في النفوس لتحقيق المصالحة والتقارب بين الشعوب في عالم ينعم بالأمن والسلام ونستجد هنا بقول الله تعالى يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوباً وقبائلاً لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم إن الله عليم خبير صدق الله العظيم ضيفنا الكريم كلنا أمل بأن تقضوا بيننا أوقاتاً سعيدة على قدر سعادتنا بمقدمكم وامتناننا بقبول دعوتنا فمرعباً وسهلاً بكم مرة أخرى في مملكة البحرين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكراً ترجمة نانسي قنقر